بسرعة الخير أهلاً بحضراتكم كلام في السياسة حلقة النهاردة عن قاتل حلقة النهاردة عن قاتل بالغ الخطورة البعض بيسميه شابو أو كريستال أو آيس تعددت الأسماء والمجرم واحد الإدمان بيبقى من أول مرة من أول جرعة واحد من أخطر أنواع المخدرات المخلقة ده حزيرات دولية وأممية مما يسبب هذا المخدر من أثار خطيرة لأن صناعته بتتضمن كثير من المواد الخطرة من بينها البوتاس أو البوتاس اللي هو كربونات البوتاسيوم علشان كده هدفنا في حلقة النهاردة من خلال نقاش حر إننا ندق جرز انذار هنتوقف من أجل أن نناقش هذه الأزمة أو هذه الكارثة أو الكشف عن هذا القاتل ناخد تصورة بكل أبعادها وبكل جوانبها نشوف الأسباب اللي ممكن تخلي حد ينجرف لهذا الطريق وإحنا في النقاش أتمنى إننا نقدر نفسر جزء من لغز ارتباط هذا المخدر المدمر بعدد من الظواهر الإجرامية والاجتماعية الغريبة وخلوني أكلم حضراتكو بصراحة موضوع الظواهر الإجتماعية اللي بقت غريبة كان في الأصل هو موضوع الحلق وإحنا مع الزملاء في فريق البرنامج بنشتغل فقلنا نمسك الخط نشوف عدد من الجرائم الغريبة اللي حصلت في السنة اللي فاتت أو السنتين اللي فاته وإحنا عاديين شغالين نلاقي الحادثة ونكتشف إن ثبت أن المتهم كان يتعاطى مخدر الشبو ثبت أن المتهم كان يتعاطى من هنا لقينا إن ده هو الموضوع حكاية المخدرات دي إيه؟ مخدرات المخلقة دي إيه؟ وليه بتدفع من يتعاطى هذا النوع لهذا السلوك الإجرامي؟ القصة النهاردة أو دوري هنا في الحلقة النهاردة أنا مش وكيل نيابة علشان أوزع التهمات هنا أو التهمات هناك ده نقاش مفتوح هدفنا إننا اللي بيتفرج علينا أو اللي بيسمعنا ما ينجرفش لهذا الطريق واللي بالفعل راح في السكة دي نحاول نساعده إنه هو يرجع ويبقى فيه تحديد مسئوليات واضح لكل أطراف هذا الأمر لو قدرنا نعمل ده يبقى بإذن ربنا ربنا وفقنا في الحلقة موسيقى موسيقى شكرا